الموعد والاقتصادي من قناة الجزائرية الدولية أهلا بكم بداية تراشعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بعد تأكيد كل من روسيا والسعودية التزامهما بالتخفيضات الطوعية للإمدادات للخام حتى نهاية العام الجاري وانخفضت العقد الآجلة للخام العالمي مزيج برانت بنسبة 0.93% لتبلغ 84.25 دولاراً في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.87% لتسجل 79.95 سنة للبرميل ارتفعت واردة الصين من النفط الخام بنسبة 13.52% خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي حسب ما كشفته بيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية وبلغ إجمالي الواردة الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97% ما يعادل 11.53 مليون برميل يومياً بلغت واردة أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 11.36 مليون برميل يومياً أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية الثلاثة تراجع صافي أرباحها في الربع الثالث من 2023 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وقالت في بيان عبر موقع للبرسة السعودية إن صافي الدخل بلغ 122 مليار ريال أي قرابة 32 مليار دولار للربع الثالث من العام الجاري مقارنة ب159 مليار ريال أي قرابة 42 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية ارتفع استهلاك الغاز في أوروبا بنسبة 1% شهر أكتوبر الماضي مسجلاً أول زيادة منذ بدء الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة مضطر الشركات والأسر إلى كبح الطلب وبدأت شركات تجارة الغاز الطبيعي في أوروبا تلاحظ علامات مبكرة على أن الطلب قد يرتفع هذا الشتاء ما يفاقم المخاطر في السوق ترجعت صادرة الصين خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 6.4% على أساس سنوي متجوزة التوقعات السابقة المقدرة بـ 3.5% من جانب آخر كشفت البيانات انتعاش وردة ثاني أكبر اقتصاد عالمي بنسبة 3% عكس توقعات سابقة رجحت انخفاضها بـ 5% على أساس سنوي في حين بلغ الفائض التجاري الصيني 56.53 مليار دولار كما أشرت البيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر إلى ضعف قطاعات التصنيع والخدمات كشفت بيانات الجمارك الصينية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الفترة الممتدة من جانب يالفين وثلاثة وعشرين إلى أكتوبر المنصر بنسبة 23.7% ليصل إلى نحو 196 مليار دولار أمريكي وارتفعت الصادرات من الصين إلى روسيا في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 52.2% لتبلغ 90.08 مليار دولار فيما ارتفعت الصادرات من موسكو إلى بيكين بنسبة 12.4% لتبلغ 106.4 مليار دولار أمريكي فقد قطاع غزة منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني أكثر من 60% من الوظائف حسب ما كشفته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة المنظمة الدولية في أول تقييم لتأثير العدوان على غزة قالت إن الخسائر تصل إجمالا إلى 182 ألف وظيفة في القطاع المحاصر منذ 17 سنة وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جردات إن التقييم الأولي لتداعيات الأزمة المأساوية الحالية على سوق الشغل الفلسطينية كشفا عن نتائج مثيرة للقلق بشدة ولن يزيدها استمرار الصراع إلا سوءا مؤكدة أن الأزمة سيمتد تأثيرها على الوظائف والشركات لسنوات عديدة قادمة أكد البنك الدولي أن اقتصاد التونسي أظهر تباطؤا في النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية الهيئة المالية الدولية في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد التونسي توقع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة القادمة رغم ما سمتها التحديات المناخية والمالية التي تواجه البلاد في مواجهة مناخ متطرف وضعف في التمويل أظهر الاقتصاد التونسي تباطؤا في النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية بحسب ما تضمنه تقرير المرصد الاقتصادي لتونس الصادر عن البنك الدولي ورغم التحديات المناخية والمالية توقعت هيئة بريتن وودز تحسن المؤشرات الكليا للاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة بارتفاع طفيف في نسبة النمو الاقتصادي إلى 1.2% مع نهاية السنة الجارية مدعومة بتحسن في شروط التجارة وانتعاش إرادات قطاع السياحة الحيوية للموازنة العامة للبلاد يظهر الاقتصاد التونسي بعض الصمود وذلك رغم التحديات المستمرة أعتقد أن تعزيز المنافسة وزيادة الحيز المالي والتكيف مع تغير المناخ إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية الهيئة المالية العالمية أفادت أن الجفاف الذي تعرضت له تونس لفترة طويلة تسبب في تراجع النمو في القطاع الزراعي وارتفاع في معدلات البطالة التي تعدت 15% خلال النصف الثاني من السنة الجارية أرقام تأتي لتزيد متاعب الدين العام الذي ارتفع إلى 80% من إجمالية ناتج المحلي أمام ضيق شروط التمويل الخارجي الذي استوجب على تونس تنفيذ حزمة إصلاحات عميقة تقلص العجز التجاري التركي بـ 14.9% على أساس سنوي إلى 6.72 مليار دولار خلال شهر أكتوبر المنقضي حسب بيانات الوزارة التجارة التركية من جهته قال وزير التجارة التركي عمر بولات بولات قال إن الصادرات زادت بنسبة 7.4% لتبلغ 22.9 مليار دولار في أكتوبر بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% ما يعادل 29.6 مليار دولار بولات قال إن الصادرات السنوية بلغت في أكتوبر 254.8 مليار دولار بزيادة 0.7% عن صادرة 2022 والتي بلغت 254.2 مليار دولار انخفضت شحنات القمح من الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن مع تراجع منسوب مياه نهر الميسيسيبي وفي ظل المنافسة الناجمة عن وفرة إمنادات الحبوب العالمية ووفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية فإن صادرات القمح الأمريكية بلغت خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر نحو 71 ألف طن متري فاصلة 7 وقد تم شحن بعضها عبر البحيرات العظمى لكن لم يجري شحن أي منها عبر نهر الميسيسيبي ختم الموعد الاختصادي يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهر في أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة